الراديو 9090 هواها مصري بقى الولايات بقوا بيعودوا عدد من الساعات لا بقسة به محترم من ساعتين في مدارس بالسبعة والتمن ساعات في اليوم شغالة لازم يعودوا قدام التكنولوجيا دي يجو الولايات بعد كده يقولوا ان ام انا عايز اتفرج على التلفزيون انا باتترك ام انا عايز اقول لأ عشان هو عنيه تقوله انه عايز يلعب في موبايل بتاعه لو سنه كبير شوية اقوله لأ عايز يلعب بلاي ستيشن او العب بتاعيتهم دي فالأمهات مش عارفة تعمل موازنة طيب اولا لازم اول حاجة نتفق على القاعدة ان احنا الحالة او الوضع اللي احنا فيه هو الوضع الاستثنائي وليس الوضع الدائم تمام خلاص فدي حاجة مهمة بالزبط بالزبط زي يعني برضو زيها زي من واحد مدرسة زي بالزبط لما يبقى واحد مريض واحنا بنيديله الاكل في السرير هل دي القاعدة ولا كده الاستثناء ده الاستثناء عشان هو مريض تمام فالأولاد كلهم في كل العمر وانا اعتقد ان الاطفال اللي بيلجأوا المدارسهم او العملية التعليمية بتاعتهم لاستخدام التكنولوجيا هم اطفال قادرين على ان احنا نفهمهم هنقول لهم طول الوقت وبالاشتراك مع المدارس بالمناسبة ان ده الاستثناء من مش القاعدة ان احنا فيه عملية استثنائية مش ده القاعدة او مش ده ديفولت او مش ده المتعرف على انه هيحصل بعد كده دي اول حاجة لما الطفل الطالب او الطالب على الاطفال الصغارين دول بيبقى عندهم ترسيخ في وجدانهم فكرة ان ده وضع مؤقت هم نفسهم بيبقوا متقبلين بعد كده فكرة منعه او تخفيفه دي اول حاجة تاني حاجة هو لازم فعلا القاعدة ما تبقاش متواصلة فعليا ما تبقاش متواصلة ولكن هو احنا في المذاكرة العادية ما تيجي نطبق الكتالوج بتاع المذاكرة العادية فطل يعني دلوقتي لما حد من ولادك بيذاكر او بيعمل هومورك او بيعمل واجب او بيعمل بحث او كده خلاص خلينا نفترض ان هو قاعده هو يعمله كتابة تمام لو جي قالك يا مام انا عايز العب شوية بتقوليله ايه العب حبيبي ترمى تعبين خلاص كده او ان انت مثلا ايه خلص اللي عندك خلص اللي عندك ويلعب صح كده او ايه رأيك نعمل اتفاق انت انجزت ايه لغاية فين هيقولك ان انا عملت كذا كذا فاتبصي وتقوليله طيب ايه رأيك ناخد بريك مثلا مدته خمس دقايق بس شرط البريك ده ان احنا ما نعملش فيه حاجة تشتتنا قوي البريك ده ممكن يكون ان احنا نقعد نتكلم مع بعض شوية نتغدى نقعد نتفرج حتى على التلفزيون على حاجة لطيفة كده صغيرة ونقولها نكملها بعدين مش ان احنا ندخل في نشاط ما يستغرقنا اكتر من فترة البريك المطلوب يبقى احنا كده عملنا الهدفين الهدف الاولاني ان الطفل ما يعودش فترة طويلة قدام جهاز الكتروني سواء موبايل او او جهاز كمبيوتر فترة طويلة لازم تتقسم وانا بقول ان الفترة دي لا يجب ان تتجاوز ساعتين باي شكل من الاشكال ان لم تكن ساعة كمان ونفصلها بس فلسفة الفصل دي بقى مهمة اوي ان احنا بنفصل ايه بنفس المدة تكاد تكون مثلا لو قلنا مثلا ستين دقيقة فبنقول ايه عشر دقايق يعني السوتس تمام كده عشر دقايق لكل ساعة تمام دي اول حاجة تاني حاجة نوعية النشاط اللي هيمرسوا الطفل في فترة البريك او فترة الفصلان دي خلاص ممكن ان احنا نعمل حاجة ممكن ان احنا نعمل سناك مرة وناكله ممكن مرة نتفرج على حلقة صغيرة مثلا كارتون او حاجة في تلفزيو بالزبط كده عايزي تتفرجي معها لحاجة بتضحك حاجة كوميدية حاجة بتضحك لو هو بيحب الكورة حاجة انما مسلا ما نقولش ايه هاخد بريك يا ماما وهلعب بلايستيشن لا ما ده ما ينفعش لان انت فكرة اللي لما تخلص اللي عليك ابتدي يلعبه برضو بالمعقول حتى عشان ما يبقاش ضغط على عنيه وعلى بالزبط كده بالزبط كده ولازم على فكرة المدارس كمان تساعد في كده ليه لان انا لاحزت يا فاطمة برضو حاجة مهمة في مدارس من نظمة ومقسمة وفي مدارس لا واخدها شط واحد من الصبح البلي برافو عليك في مدارس واخدين فكرة ان التعليم الانلاين او التعليم عن بعد اه الطلبة فيه مش هيكونوا ملتزمين فمزودين العيار شوية لا هو ده مش صح لا الاهالي قاعدين ومركدين وخلين عامهم ملتزم فانتو خلوا بالكو برضو كجهات تعليمية انكم ايه خير الامور الوسط ما تقولوش ايه لا اصلحنا انتو لو في العادي ايه ماورو في العادي بيبقى فيه حتى فوارق ما بين الحصص وبيبقى فيه بريك في وسط اليوم واحيانا اتنين بريك كمان وهكذا